يسعد لأوقاتكم اليوم الأكل كتير مختلفة ولزيزة عنده الزورتجاج ها اطبوخها معاكم بطريقة مختلفة شوي عنده الزورتجاج مقطاطة مكعبات وعندي بطاطة مقطاطة مكعبات وعندي بصلي مقطاطة مكعبات وعندي قرفي وقرومفول وهال وعندي ورق غار عندي بهاراتي النعم اللي هي بودرة البصل والتوم اوريانو بقدوني سمجفاف هيل مطحوم بابريكا فيجيتا وفلفل أسود والملح حسب الرغبة بطنجرة الأنستان بطع برنامج السوتة حضيف شوية زيت وحنزل الزورتجاج اللي أنا كتير منظفته وماني غاسلته طبعا نهائيا حقلبها حتى تاخد هذا اللون اللي أنتوا شايفينه أو إذا بتحبوها تاخد لون أكتر بتقدروا يعني تخلوها كمان وقت تاخد لون أكتر من هذا بس أنا اكتفيت بهذا الشي حضيف البهارات الصحيحة حقلية مع التجاج كتير كتير يعني بتروح الزناخة بشكل ما طبيعي لما بتقلوها للبهارات الصحيحة بالزيت مع التجاج كتير هاي الخطوة مهمة إنكم تعملوها حضيف البصل كمان عليا ححركها كتير منيح حلق البهارات اللي ذكرت لكم ياها أنا ضفت ملعقة صغيرة من كل نوع البهارات طبعا هاي البهارات راجعة لقلكم بس هدول البهارات اللي بيخلوها لهاي الأكل كتير كتير طيبة حركتهم كتير منيح مع بعضون وضفتهم فوق التجاج والبصل وححركتهم كمان كتير كتير منيح بعد هون عندي مي صخني لش استخدمت المي الصخني وضفتها تقريبا ضفت لتر من المي عندي تقريبا هون أنا كيلو من صدور تجاج ليش ضفت مي صخني مشان إنها تسرع لعملية الضغط ما أكتر بتقدروا تضيفه مي باردي أو فاترة عادة عبرنامج الميت أعلى أول ضغط هاي معمور 17 دقيقة وفورا مجرد ما تخلاص هنفسها أنا ما حانتظر عليها مشان نضيف حبات البطاطا مكعبات البطاطا خليتها كبيرة مشان ما تهتروا الدوب طبعا البطاطا ما بتاخد يعني ثلاث دقايق ماكسيموم دقيقتين أو ثلاث دقايق أكتر شي ما بتستحمل أكتر من هيك فمشان هيك ما حطيتها مع الطبخة من بدايتها رح أضغط البطاطا ع نفس البرنامج اللي هو الميت كمان لمدة ثلاث دقايق فهيك بتكون الأكلة تبعيتها أخدت عشرين دقيقة ما بتتخيلوا قديش هاي الأكلة رح يحبوها ولا تكون كتير كتير طيبة كتير لذيذة كتير سهلة وبسيطة بتمنى إنكم تجربوها على طريقتها طبعا بيتقدم جنبه رز بشعيرية أنا طبقته بالطريقة التقليدي لأني كنت طبخة بطنجرة تضغط الجعش فما انتظرت لحتى يخلص بتمنى إنكم تجربوها لأنه كتير كتير حتحبوها وحتدعولي علي إن شاء الله بإذن الله وصحة وألف هنا لكل حدا بدو يجربها بتمنى إنكم تتابعوني على الانستجرام وقناعتها اليوتيوب وصفحتها الفيسبوك والثلاثة هنين باسم انستان بوت باينورا تنويه أخير بس أنا ما غسلت الججاج لأنه كتير خطر هذا الشي بتقدروا تدخله على اليوتيوب وتشوفوا مخاطر غسل الججاج شو بيعمل الججاج بالطهي بطرق التقليدية أو بالضغط الاثنين هن بيقتلوا الجراسيم تبعية الججاج أما بالغسيل إنتوا هم تنشروا البكتيريا بكل أنحاء البيت بدون ما تشعروا حتى تعمل معاكم مصائب فبتمنى إنكم تشوفوها وتبطلوا عملية غسل الججاج وصحة وألف هنا عقلوبكم شكرا لحسن المتابعة